بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوتي أخوتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله كيف ما كيبال لكم في الفيديو الوصفة ديال اليوم غدي تكون عبارة عن كيك كيك اللي كي جي رائع بوحد العملية ديالة فشفيشة اللي غدي نديرها معاكم كتخلي هيجي طالع مهوي ويسفن شي شي حاجة ما شاء الله هالبنات فابقوا معايا الآخر الفيديو باش نتعرفوا على المقادير والطريقة بإذن الله تعالى بسم الله بالنسبة للمقادير عندي ربعات البيضات بدرجة حرارات المطبخ كأس من سكر سنيدة كأس غير مملوء من زيت نباتية وكأس من الحليب بدرجة حرارات المطبخ كذلك العناصر اللي غنستعملوه ما تكونش في تلاجة ضروري نخرجوها من تلاجة قبل رشة ملح لتفحيح الضوك وعندي هنا يا أعاصير انص حمضة عندي كذلك كيس من خميرة الحلويات من وزن 15 جرام والأخوات اللي في المغري بيستعملوه جوج ديال الأكياس وعندي كيس سكر فانيلا من وزن 8 جرام والدقيق ضروري باش نخلطوها الكيك وفي وسط الفيديو غنعرفو الكمية مضبوطة شحال غادي نحتاجو ديال دقيق إن شاء الله ندوز الآن لطريقة تحضير بسم الله في إيناء وضعت البيض رشيشة ديال الملح وغادي نضيف كيس من سكر فانيلا بالنسبة لفانيلا ممكن استغناء عليها كيفما ممكن تعودها بالقشر ديال بورتوقال محكوك أو القشر ديال الحامض محكوك كنطرب العناصر كيفما كتشوفوا معي هنا بالنسبة لي انا استعملت الطراب الكهربائي انتو ما ممكن تستعملو الكس ديال الخلاط اللي كنحضرو في العاصر كيفما ممكن تستعملو الخلاط اليدوي عادي كنضيف السكر بالتدريج حتى تكملت الكيمية كاملا اللي عندي وانا مستمرة في التطراب حتى تحصلت على واحد الخالط امرهوي من بعد بديت باضافة الزيت بالتدريج على شكل خيط كيف ممشت شو معايا غادي نستمر هكاك في التطراب حتى يتضاعف الحجم ديال البيض واللون ديال الخليط يصبح مائل للبيض من بعد ضفت الحليب على دفعتين وهنا كيف كتشوفوا راني ما نخدماش الطراب يعني راني مسكته وكان خلط باش ما يطحليش القوام ديال البيض بديت باضافة الدقيق بالتدريج كنضيف جوج معايا حتى الثلاثة ونبدأ كنخلط باش هكا الكيك ديالي نتحكم في القوام دياله كتر يعني ما تديروش الدقيق دفعة واحدة باش هكا كنتحكموا في القوام ديالنا ديال الكيك هنا كيف غادي تشوفو خديت واحد صفايا غادي ندير فيها باكين بودر او خاميرات الحلويات غادي نغرب لها ضروري باش نتخلص من دوك الكويرات وهنا غادي ندير ديال العملية ديال تفش فيش اللي كتخلي نتيجة رائعة في الكيك فوق هاد الخاميرات او باكين بودر فوقها مباشرة خويت عصير الحمض فوق منها مباشرة هنا فين كيوقع ديال التفاعل او كيف كنكرو ديال تفش فيش اللي كتسمع فش ضفت عليها محلقة ديال الخل وغادي نخلط هاد العناساب هاد الخطوة تقدروا تديروها هنا في النص ديال الكيمية ديال الدقيق كيف مما ممكن حتى تضيفو دقيق وتسالي ويعني وتحصلوا على القوام المناسب ديال الكيك ديالكم عاد تضيفو خاميرات الحلويات وفوق منها ديال العاصير ديال نص حمضة بالنسبة للخل كيبقى اختياري ممكن تضيفو هادك المعلقة بالنسبة لي رجعت نكمل الكيمية ديال الدقيق اللي مازال محتاجها باش نتحص على القوام المطلوب واللي غادي تشوفوه معايا دابا هنحاون بياللي كون بواحد سباتيول بحيت مني كنكتبو رقم تمانية كيتكتب معنا بسهولة والخالط ما كيتقطعش فاشكن هز سباتيول فوق هدا هو القوام المناسب للكيك بالنسبة الكيمياء ديال الدقيق دخلت لي جوج كؤوس ونصف بالضبط جوج كؤوس ونصف هدي هي الكيمياء ديال الدقيق بالنسبة اللو مول انا استعملت هذا وكيبقى لكم الاختيار تستعملوا اي مول ما توفر عندكم دهنتو مزيان بالزبدة ورشيتو كذلك بالدقيق وغادي بدا نخوي الخالط كان هزيت ديال فوق مزيان باش الخالط ديالي تهوه اكتر من اللي كنت كنحضر الخالط ديالي او الكيك ديالي راه الفران نشعول من قبل على 180 درجة بالنسبة لكم هنا ممكن تنقصوا التولوت ديال الخالط ديال الخالط وضيفه لواحد المعلقة ديال كاكاو المر وتخفوه بشوية ديال الحليب وبالتالي يعني غتخلطوا الخالط الابيض بعد ما تخويوا الخالط الابيض تضيفوا عليه الخالط اللي بالكاكاو من الفوق وتحركوا بواحد عود خشبي او كيوغدون باش تحصلوا على واحد الكيك زابغي او واحد الكيك مخطط ما بيه اللي بيض او الكحل دخلت المول ديالي للفران حطيتوا في الجهة التحتانية النار 180 درجة من تحت فقط تحت تطلع الكيك وشد في راسه يعني ونشفه بدل وجه كيتحمر عاد شعلت عليه من الفوق باش يكمل تحمار دياله بعد ما خرجت الكيك من الفران هذا هو الشكل دياله وقلبتوا معاكم هنا على واحد الشبكة باش يبرد لي كيجي طالع ما شاء الله وخفيف ومهوي غير تبعو النصائح كيف ما وذكرتها معاكم وكذلك المقادير مضبوطة نحضر السلسة او القشدة السائلة ممكن استغناء عليها يعني متصدعوش راسكم بها ومتكلفوش على راسكم وتعودوها بنصف كأس ديال الحليب اللي غادي تديرو لنفس الطريقة هاد القشدة غنسخنها حتى توصل درجة الغلايين وغادي نضيف لها 50 جرام من الشوكولاتة السوداء اما مياف الميا كاكاو او الشوكولاتة بالحليب نفس العملية غادي تديروها الى عودتو القشدة بالحليب غادي تغليوهم زيان وضيفوا له الشوكولاتة كيف شفتم معايا بعدما سخنات هديك القشدة جيدا نضفت لها القطع ديال الشوكولاتة وحركت بسرعة باش تدبلي بسرعة حتى تحصلت على هاد القلاساج لامع به هاد الشكل هاد وغادي نحاول نزين به الكيك ديالي به هاد الشكل كيف ما كتشوفو هاد زين كيبقى ختياري ديرو اللي يعجبكم ممكن تخليوا الكيك ديالكم عادي كيف ما ممكن تخليوا الكيك ديالكم عادي كيف دهنوه بالمربا وطرشوه بالكوك مهم او نباج اللي عجبكم توما كيبقى تزين اختياري انا غادي ندير تزين جد بسيط وصافي ديالك القلاساج كيف مشتو انزلتو على شكل بحال دميعات في الجوانب وغادي نزين هنا يا بكاوكاو او الفول السوداني اللي احمرتو وهر مشتو هكدا او لا كاوكاو كونكاسي او اللوز كونكاسي او اللي متوفر عندكم توما غير انا ديمك يعجبني هاد المطاق دير كاوكاو مع الشوكولات كي يعطي واحد واحد البنة رائعة للكيك صافي خليت الكيك ديالي برد كيف ما كتشوفو هادا هو شكي النهائي ديالو كيك رائع كيك مفش فش وخفيف ما تشبعوش من نوع ابنات ضروري ضروري ما تجربوه غادي نقطع معاكم طريف باش تشوفوا القوام كيف كي يجي من الداخل وللاشارة فقط انا هنا الكيك ديالي راهدرتو في الليل حتى اللي اغدليه عادراني كنقطعو معاكم هنوريكم القوام ديالي كي يكمل الداخل رائع البنات وبنينة شي حاجة ولا ارواح شوفوا معايا كي يجي مهوي ومجعب واسفنجي والمضاق رائع رائع كنتمنى اخواتي تجربوا الوصفة وما تعكزوش عليها وكيف ما العادة تخليولي اراءكم في التعليقات وإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها بلايك تعليق والبرتاج مع الاهل والاحباب وإلى هنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو غنقولكم استودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعه ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر بإذن الله تعالى